عملية تجربية لربط البنك المركزي في عدن بفرعه في مأرب واحدة من الإصلاحات المالية لتفعيل السياسة النقدية المنقسمة بين مركزي عدن وصنعاء منذ ستمبر 2016 سبق ذلك إعلان البنك تعاقده مع شركة إرنيست أنديونغ لتضقيق حساباته المالية وبناء علاقة ثقة قائمة على المصداقية والشفافية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية يقول البنك إن تلك الجهود ستعيد الثقة المصرفية بينه والبنوك المحلية وتعيد بناء هيكله الإداري والمالي وتعزيز قدراته في بيئة تمتاز بالشفافية والموتوقية لكن المخاوف ما تزال حاضرة في اقتصاد البلد المتعثر فعلاوة على انعدام الغطاء النقدي للعملة المحلية جراء نهب الميليشيا للبنك المركزي في صنعاء ترفض بعض فروع البنك ربطها مع المركزي في عدن رئيس الحكومة معين عبد الملك الذي أنهى زيارة إلى الإمارات قال إن إيرادات الدولة في محافظة المهرة لا تورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بينما تبقى عملية الربط بين مأرب وعدا تجريبية حتى اللحظة لا تنفك عرى الأزمات السياسية عن التأثير في الاقتصاد الهش باليمن فالدورة النقدية ما تزال تحت سطوة المضاربين بها في السوق السوداء وهم من يتحكمون في قيمة العملة المحلية التي لم تشهد استقرارا منذ بداية الحر خسر الريال اليمني ضعفي قيمته ومعها ارتفعت كلفة المعيشة إلى مستويات قياسية ورغم الجهود الإصلاحية للبنك إلا أن الانقسام المالي بين صنعاء وعدا ما يزال يقسم ظهور اليمنيين موسيقى